دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش إلى ممارسة أقصى درجات ضد النفس بعد الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي وحذر جوتريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي من أن الشرق الأوسط على حفة الهاوية مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تواجه خطرا حقيقيا لصراع شامل مدمر عقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارية حول الوضع في الشرق الأوسط عقب الهجمات التي شنتها إيران على الاحتلال الإسرائيلي حيث حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتريش من أن منطقة الشرق الأوسط على حفة الهاوية وأن شعوبها تواجه خطرا حقيقيا بنشوب صراع شامل وأدان الأمين العام هجمات الاحتلال الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق وكذلك الهجوم الإيراني على الاحتلال الإسرائيلي إن الشرق الأوسط على حفة الهاوية وتواجه شعوب المنطقة خطرا حقيقيا يتمثل في تدمير واسع النطاق الآن هو الوقت المناسب لنزع الفتيل والتهدئة الآن هو الوقت المناسب لأقصى قدر من ضبط النفس وطالب نائب المندوب الجزائري العضو العربي الوحيد لدى مجلس الأمن بالنظر إلى الأسباب الجزرية للأزمات في الشرق الأوسط وهو الاحتلال الإسرائيلي إن الشرق الأوسط يمر بظرف دقيق يحتم على جميع الفاعلين الدواليين أن يغلبوا فيه صوت الحكمة من أجل أن نتجاوز معا هذه الفترة الحارجة نحو بر الأمان ونشدد على أنه لا يمكن تحقيق السلم والأمن الدواليين من دون إعلاء مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وطالب نائب المندوبة الأمريكية مجلس الأمن أن لا يترك تصرفات إيران تمر بدون رد في حين أكد المندوبة الروسي أن عدم تحرق مجلس الأمن عندما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق هو السبب لما نشهده اليوم وأن الاحتلال الإسرائيلي لا يمتثل لقرارات مجلس الأمن وذلك يعتبر إهانة للأعضاء وللمجلس الدولي لا المنطقة ولا العالم يستطيعان تحمل مسئولية حرب أخرى بهذه الكلمات افتتح الأمين العام أنتونيو غتيرش إحاطته إلى مجلس الأمن في حين طلبت غلبية الدول الأعضاء بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ووقف فوري لإطلاق النار مع إدخال المساعدات لإخواننا المتضررين في غزة من الأمم المتحدة أسامة عبدالعزيز تلفزيون دولة الكويت